السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة كمان ان شاء الله هنتكلم في التاني محاضرة في الميتابوليزم بتاع البروتينز المحاضرة اللي فاتت اللي كان حاضر معايا في المدرك شرحنا الجنرال الرياكشنز بتاع البروتينز النهاردة ان شاء الله هنكمل هنحاول نغطي البلد أمونيا ونتكلم على اليوريا واليوريا ساكل ايه هو الأمونيا؟ الأمونيا دي مادة توكسيك التوكسيسي بتاعتها بتبقى للنيروس سيستم البلد بيبقى فيه دايمن تريسز من الأمونيا حوالي من عشرة لثمانين مايكرو جرام دي سي ليتر الليفل بتاع الأمونيا ده كونترولد باي الليفر بحيث ان اي أمونيا فورمد في البرفرال تيشو ومنهم برضو الليفر لازم تروح تاني لليفر عشان هو اللي بيحولها بعد كده لمادة نون توكسيك وهي اليوريا بييجي منين السورس بتاعت البلد أمونيا السورس بتاعت البلد أمونيا زي ما قلنا البرفرال تيشو منهم الليفر بالليبر زي الناس اللي كانت موجودة المرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت شرحنا ازاي بتاعت الامينو أسدز بعرفنا ان في بروساس اسمها تانس دي أمينيشن اللي هي بتكون من بتاع الامينو أسدز بعد كده الدي أمينيشن فالعملية بتاعت ال تاني حاجة الانتستنال بكتيري الاكتيبتي عن الدياتري بروتينز تالت حاجة ان الكيدنيز برضو من الورجنز اللي بتبقى سورس بلد أمونيا من الرياكشن اللي هي الجلوتامينيز الرياكشن اللي هنشرحها كمان شوية ان شاء الله واخر حاجة برضو زي ما خلنا في المحاضرة اللي فاتت اللي هو الدي أمينيشن بتاع النيتروجينس بايزز زي البيورينز والبايرميدينز طيب ايهي الفيتس بقى بتاعت الامونيا الامونيا ممكن يحصل عن طريق الكيدني تاني حاجة ممكن بتدخل في انابوليك فيتس او بتدخل بقى في صناعة حاجات تانية زي مثلا النون اسسنشيال امينو اسدز باي الريفرس بالترانس امينيشن ونرجع برضو للمحاضرة اللي فاتت ممكن تدخل في السنتزيز بتاع البيورينز والبايرميدينز والبايرميدينز والشوجر أمينز اه تالت حاجة بتدخل فيه صناعة الجلوتامين اه والجلوتامين سينتزيز او الجلوتامين سايكل دي من واحدة من المكانزم المهمة فور الديتوكسيفيكيشن بتاع الامونيا اه يعني من المكانزمات اللي بتشيل الامونيا من الجسم وبتقدر تتخلص منها فبتعمل خصوصا في البيورين وفي الكيدني وفي الريتنا وفي المسلز وفي الليفرس ايه لي بيحصل في الريكشن او في الجلوتامين سايكل إن الجلوتاميت بيتفاعل مع الأمونيا In the presence of ATP والمجنيزيا والإنزايم اللي هو الجلوتامين سنتيتز عشان يتحول لجلوتامين يبقى بكده إحنا كل الأمونيا اللي كانت موجودة اللي عاوزين يحصل هتتفاعل مع الجلوتاميت أمينو أسد وهتتحول للجلوتامين وبعد كده الفورم الجلوتامين ده اللي هو less toxic من الأمونيا كده حنحولنا الأمونيا عملنا لها ديتوكسيفيكيشن وعكس الـ cycle دي عكس الجلوتامين سنتيتز إنزايم اللي هو الجلوتامينيز اللي هو الإنزايم اللي موجود في الكدني اللي زي ما قلنا من شوية أنه ده يعتبر الجلوتامينيز رياكشن دي من الأمونيا الفنكشنز بتاعة الجلوتامين اللي تكون اللي هو أول حاجة في الكدني ممكن يعمل regulation للأسد بيز بالانس في البرين زي ما قلنا بيشيل انتوكسيك أمونيا برضو الجلوتامين نفسه بيعمل conjugation مع توكسيك ماتيريالز زي مثلا الفينايل أسيتيك أسد فبيبقى كده حصل ديتوكسيفيكيشن الرابع حاجة إن الجلوتامين لو إحنا هناخد بعد كده في الميتابوليزم أو السنتز بتاع البيورينز والبايرميدينز هو السورس بتاع النيترجن رقم 3 والنيترجن رقم 9 اللي موجود في البيورين بيز اللي هم عارفينهم طبعا الأدنين والقوانين واخر حاجة اللي هي السنتز بتاع اليوريا الجلوتامين بيدخل في اليوريا سايكل عشان السنتز هو اليوريا اللي هو المين باثوي فور أمونيا دسبوزل اليوريا سايكل هي هي الميجر باثوي فور أمونيا هي بيحصل عن طريقها إكسكريشن لـ 80% لـ 90% من التوتال نيترجن فين بيحصل اليوريا فورميشن؟ اليوريا دايما السايكل موجودة في الليفر سواء في الميتوكوندرية أو في السيتوزول هو ده الأولي المين ساعة اليوريا فورميشن منها اليوريا دفيوز بقى البلاد وبعد كده بيحصلها إكسكريشن كده نبتدي من فوق بيبقى فيها قطوات في الميتوكوندرية وخطوات في السيتو بلازم في الليفر ميتوكوندرية أو الليفر سيتو بلازم هنبصت الأول في الميتوكوندرية هنلاقي عندنا إن الأمونيا بتتفاعل مع البيكاربونات ونزاين ما اسمه كربامويل فوسفيت سنتيتاز واحد بتصنع الكربامويل فوسفيت إحنا هنا السايكل هناخدها كلها بالكلام بس مش هنحفظ مش حطى لكم السايكل اللي بالرموز فإحنا حطيه سايكل بسيطة كده بالكلام بس يبقى داني أول خطوة امونيا وبيكربونات والاثنين ATP عن طريق انزيم الكربامويل فوسفيت سنتتاز واحد اللي هما بيشتغلش غير في وجود الان أستايل جلوتاميت يبقى الان أستايل جلوتاميت هو الاكتيفيتور بتاع الانزيم ده هيتكون عندي المركب الاسمه كربامويل فوسفيت بدي اول خطوة اللي بتحصل في الميترو كوندري تاني خطوة او تاني ريكشن بتحصل في الميترو كوندري هو التفاعل بتاع الكربامويل فوسفيت مع الأورنثين عن طريق الانزيم اللي هو الأورنثين تانس كربامويلاز فيديني السيترولين بعد كده السيترولين هيعمل من الميتو كوندري الميتريكس اللي موجود في الليفر وبعد كده هيحصل له الرياكشن وكمان مرتين مع الاتP والانزيم اسمه أرجينين وساكسينيت سنتتاز هيعمل لي المركب اللي هو اسمه أرجينين وساكسينيت الأرجينين وساكسينيت هيتكسر بلاياز إنزايم هيتديني الأرجينين أمينو أسد بلاس الفيوماريت وبعد كده الأرجينين هيتكسر بإنزايم تاني اسمه الأرجينيز هيتديني ليوريا والأورنثين والهو بالأورنثين هيعدي يروح للميتو كوندريا مرة كمان وتتكون بعد كده عندنا السايكل يتفعل تاني بعض مع كربامويل فوسفيت and so on يبقى عندي خطوتين في الميتو كوندريا الأنزيم بتاعتهم اللي هم الكربامويل فوسفيت سنتتاز 1 and الأورنثين وفيه three reactions في السايتو بلازم اللي هم الأرجينين وساكسينيت سنتتاز إنزايم والأرجينين وساكسينيت لاياز إنزايم and الأرجينيز إنزايم في الرياكشن اللي هم احنا شايفين فيه اتنين ATP فيه three ATP were used اتنين هم موجودين من فوق اللي هو مع الكربامويل فوسفيت سنتتاز 1 وفيه الـ ATP التانية اللي هي اتفعلت مع الارجينين وساكسينيت سنتتاز إنزايم اللي هي استخدمت فيها لكن الـ energy bonds اللي اتكسرت هنا هنعتبرهم أربع اتنين من الـ ATP اللي موجودين مع الكربامويل فوسفيت سنتتاز الـ reaction الاولانية في الميتو كوندريا والـ reaction التانية اللي هي الارجينين وساكسينيت سنتتاز عندي الـ ATP هنا اتكسر لـ AMP بلاس اتنين فوسفيت فبنعتبر ان هنا حصل اتنين energy bonds او اتنين high energy الـ phosphate bonds حصل لهم usage في الـ reaction دي يبقى بسرعة كده هنرجع تاني لـ steps بتاعت اليوريا سايكل قلنا اول two reactions بيحصل في الميتو كوندريا الاولانية اللي هي synthesis of كربامويل فوسفيت وهنا الـ reaction دي حصل يوسج لـ ATP موليكيول والانزايم اللي هو الكربامويل فوسفيت سنتتاز 1 تاني حاجة حصل synthesis للـ citrulline الـ reactions البقية اللي هي في الـ cytoplasm اللي هو الـ arginino saxonate synthetase enzyme وهنا استخدمنا 1-ATP والـ cleavage بتاع الـ arginino saxonate بالـ lyase enzyme وبعد كده الـ arginase هيكسر الـ arginine وليوريا والـ ornithin اخر حاجة في اليوريا سايكل شوية نوتس على اليوريا سايكل خدنا بلنا منها ان هو في 5 amino acids الشاركو في اليوريا سايكل اول واحد اللي هو الـ N-acetyl glutamate اللي احنا قلنا عليه هو الـ activator بتاع الكربامويل فوسفيت سنتتاز انزايم 1 تاني amino acid اللي هو الـ ornithin وبعد كده الـ citrulline وعندنا الـ aspartate وعندنا الـ arginine يبقى عندي 5 total amino acids بيعملوا contribution في اليوريا سايكل لو بصينا على الـ structure بتاع اليوريا اللي هو الـ NH2 CO-NH2 هنلاقي ان الـ nitrogen الاولانية بتاعته derived من الـ ammonia directly من الـ ammonia اللي هي دخلت عشان يحصلها الـ detoxification الـ nitrogen تانية من الـ aspartate اللي كانت موجودة في الـ reaction بتاعت الميتوكونرية والـ carbon atom دي جات من الـ carbon dioxide أو من الـ bicarbonate اللي هي في اول reaction زي ما قلنا قبل كده في 3 ATP molecules استخدموا في الـ reaction دي بس معاهم اتكسر 4 high energy phosphate bonds regulation بتاع اليوريا synthesis الـ key enzyme هو الـ الانزيم الاولاني اللي هو الكربامويل فوسفيت سنتتاز 1 الكربامويل فوسفيت سنتتاز 1 is activated allosterically بالـ N-acetyl glutamate والـ N-acetyl glutamate ده بيزيد في حالة الـ high protein diet أو high amino acid intake especially الـ يبقى الـ enzyme ده هو key regulatory enzyme بتاع اليوريا cycle وبيحصل له اكتيباشن بالـ N-acetyl glutamate فيه انزيم تاني برضو بيشارك في الـ regulation بتاع اليوريا synthesis اللي هو الـ glutamate dehydrogenase enzyme الـ enzyme ده خناه المحاضرة اللي فاتت اللي هو بيحصل فيه de-amination مع الـ de-amination oxidative de-amination reactions اللي هو بياخد الـ glutamate بيحصل له de-amination و ويتحول لالفا كيدوكولوتريت وفي الـ reaction دي بيحصل للـ ammonia الـ ammonia الـ ammonia هنا ترى ما هي substrate بحنا منقول ان هي الـ enzyme ده بيعمل regulation عشان بيعمل provision للـ substrate اللي هو الـ ammonia ونرجع يا جماعة للمحاضرة اللي فاتت ونشوف glutamate dehydrogenase enzyme كده إن شاء الله نقدر نعرف بقى اليوريا هي اليوريا هو الـ waste product of protein metabolism it is synthesized in liver via اليوريا cycle وبعدين بتبقى transported للكدني عشان يحصل لها excretion في اليوريا ايه هو الـ diagnostic importance أو البلد يوريا البلد يوريا is one of the important renal function test النورم البلد يوريا level بيبقى من 28-25 mg per deciliter وفي حالة ان فيه renal impairment أو renal failure بيبقى فيه increase في النسبة دي فممكن بتوصل 200-300 mg per deciliter وفي الحالة دي منسمي increase in blood يوريا بنسميه على رغم من بلد يوريا level is a sensitive renal function test بس بنقول إن هو it does not a specific indicator for renal dysfunction ليه لأنه ممكن اليوريا level يعلى عن طريق dietary increase في dietary protein intake مباشر مشكلة في الكادنيا والحاجة بس مجرد increase في dietary protein intake كمان فيه أسباب non renal diseases ممكن بتعلي البلد يوريا level زي heart failure وزي increase في البلد كمان المشكلة إن ممكن الليبل بتاعه يعلى في last stages بتاعته renal failure مش مش بيبقى في early stage فمش بينادر نعمل early detection لا ذا بيعلى في last stages بعد ما بيبقى من renal function حصل لها already loss طيب إيه هو classification بتاع اليوريميا اليوريميا أو increase في بلد يوريا في ثلاثة أنواع depending on location along the urinary pathway أو النوع الهو pre renal يوريميا pre renal يوريميا ده بيبقى عشان decrease بلد فوليوم بيحصل في حالات severe prolonged vomiting أو diarrhea أو dehydration أو الهموريج ثاني نوع اللي هو renal يبقى كل أنواع الكدنيا بيلاقي فيها increase في البلد يوريا أخر نوع اللي هو post renal يوريميا ده بيبقى عشان في حصل obstruction لل urinary through along the urinary pathway والobstruction ده ممكن يبقى بسبب tumors أو stones أو strictures أو inflamed prostate ايه هي الامونيا intoxication أو الhyper amonemia it is the presence of high than normal blood ammonia level زي ما قلنا البلد أمونيا بتبقى traces الليفل لما بيزيد عن 110 microgram per deciliter ده بيبقى ammonia intoxication الهايبر امونيميا ده على طول يبقى فيه دفكت في اليوريا سايكل عاصل دفكت في اليوريا سايكل وقل اليوريا يبقى بيزيد على طول الامونيا وبيحصل intoxication السمتوم بتاعتها بتبقى neurologic لان احنا قلنا ان الامونيا بتبقى toxic للنervous system فبنلاقي عندنا العراض بتبقى tremors slurring of speech blurring of vision وممكن بيحصل the vomiting في and the high concentration بقى ممكن بتعمل coma وبعد كده leads to death هنقسم انواع الامونيميا لtwo types الطايب الاوليني اللي هو acquired hyper amonemia والطايب التاني اللي هو inherited hyper amonemia acquired يعني بيبقى فيه disease معين هو اللي تسبب فيه increase في الامونيا level وعشان احنا عارفين ان الامونيا بيحصل لها detoxification عن طريق اليوريا سايكل يبقى اكيد الدزيز ده لعمل مشكلة مع اليوريا سايكل اللي يبقى اكيد هو liver disease يبقى liver cirrhosis would damage to liver cells هو اسببها كتير ممكن الكهوليزم بالهيريزيز hepatitis bilia obstruction أو cancer كل ما ما هو هي يقصر على liver cells بحيث انها مش هتقدر انها ويحصل فريل فيه اليوريا سايكل مش هيقدر نحصل detoxification للامونيا ويتحول اليوريا ده هيسبب لي hyper amonemia يبقى النوع الأولين اللي هو acquired hyper amonemia is due to liver disease أما النوع التاني لهو inherited hyper amonemia وده هيبقى due to deficiency genetic deficiency لواحد من الخمسة انزيمز المشتركين في اليوريا سايكل أي مشكلة في انزيم من انزيمز بتاعت اليوريا سايكل برضو هتقدي لفيلير في اليوريا سايكل وفيلير في الكونفيرجن بتاع الامونيا أو بتاع الامونيا ده into اليوريا بتاني هيزيد نسبة الامونيا في الدم والكلام ده بيبقى باين قوي السيرام امونيا في الأطفال الصغيرين أو في المولدين اللي عندهم الـ في أول أسبوع بعد الـ بيبقى الليفل بتاعه عالي جدا ولو ما تعالكش الـ هايبر امونيميا أو الـ هايبر امونيميا هيأدي إلى وزي ما قلنا قبل كده كمان من أعراضه اللي هي اللي بيحصل في الـ هنمسك انزيم انزيمي من اليوريا سايكل لما نيجي دايما نذاكر الـ والأنواع بتاعتها نفتح معانا اليوريا سايكل عشان بنحفظ اسم الانزيم مع الدفيشنسي واسم الـ النوع الأولين يهوвол يبدأ دفيشنسي في أول إنزيم موجود في اليوريا سايكل اللي هو الميتوكونج عالي كرباموين fulfillment 1 يبدأ النوع الأوليني حاجة إ apostى الاضمائة المحدود النوع الـ النوع التاني حاجة إهدا حاجة الـ النوع التاعين طولую ، هو نفس الانزيم ده هو تاني انزيم موجود في اليوريا سيكل والدزيز ده بيبقى X-linked inherited disease والبلود فيه هنلاقي فيه high levels of ammonia مع الورنثين والغلوتامين levels وبيتعالك بالبنزوك أسد اللي هم بيعملوا scavenging للإكساس آمونيا النوع الثالث يبقى deficiency في الانزيم الثالث اللي هو الارجنين وساكسينيت سنتتاز انزيم الديفيشنسي في الانزيم ده هيقدي high levels of blood citrulline عشان كده الدزيز ده اسمه citrullinemia البكتر بتاعته ان البلود فيه high levels of ammonia and citrulline واليورين كمان فيه high levels of citrulline الدزيز ده بيتعالك بالارجنين rich diet اللي هو بيزود ال citrulline excretion فبيقلل ال citrulline اللي موجود فيه البلود الانزيم الرابع اللي هو الارجنين وساكسينيز انزيم لما يحصل فيه ديفيشنسي هيبقى الدزيز اسمه arginine وساكسينيت اسيد يوريا الديفيشنسي في الانزيم ده is fatal in the first two years of age لو متعليكش البلود and neurones بيبقى البكتر بتاعتهم فيها high levels of ammonia and arginine وساكسينيت وبيحاولوا يعالقوا الكيس دي برضو بالارجنين and benzoic acid واخر انزيم اللي هو الارجينيز الديفيشنسي فيها هيعملي ديزيز او الهايبر امونيميا type 5 اللي هي اسمها arginine بيبقى فيه along with high ammonia في البلود فيه high levels of arginine واليورين كمان فيه high levels of arginine ornithine lysine and cystein والنوع ده بيتعالج به low protein diet كده جماعنا خلصنا ان شاء الله الجزء الاوليني بتاع البروتين هنذكر المحضرتين دول كويس ولو فيه اي اسئلة ياريت ان شاء الله تتواصلوا معي عن طريق التلفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته